موسيقى مرحبا بكم في رحلتنا الفريدة إلى بلاد الجمال والتاريخ إلى تونس جوهرة البحر الأبيض المتوسط في هذه اللمحة على تونس سنستكشف متنوعة هذه الوجهة الفريدة التي تجمع بين التراث العريق والجمال الطبيعي الساحري نبدأ رحلتنا في العاصمة تونس الحديثة حيث يلتقي التاريخ بالحداثة نتجول في زقتها الضيقة ونستمتع بروعة المعمار العربي التقليدي والأسواق النابذة بالحياة سنزور المواقع التاريخية مثل الكاذبة والمدينة القديمة لاستكشاف ماضي تونس العريق ثم نتوجه إلى المدن الأثرية مثل القرطج ومدينة الحمامات حيث تروي الأثار قصصا قديمة عن حضارات الماضي سنستكشف متنزهتها الوطنية الخنابة مثل إيكارة والشواطئ الذهبية حيث يلتقي البحر الزمردي بسهول الخضراء في رحلتنا لن يكون التاريخ الوحيد المذهل بل سنتعرف على الثقافة الغنية والفنون التونسية الرائعة سنستمع إلى لحن الترب التونسي ونشاهد رقص الفحص ونتذوق طباقها التقليدية الشهية تونس ليست مجرد وجهة سياحية بل هي قصة حية ترويها شوارعها وأماكنها وأهلها فلنغوص في هذا السحر الذي يجمع بين الحاضر والماضي ونستكشف جمال تونس بعدسة هذا الفيلم الفريد انطلقوا معنا في هذه الرحلة المثيرة واستعدوا لاكتشاف سحر تونس بأنفسكم تونس نشأتها وتاريخها تونس هي بلد يقع في شمال أفريقيا وتشترك في حدودها مع البحر الأبيض المتوسط والجزائر وليبيا تاريخ تونس طويل وغني حيث شهدت المنطقة تأثيرا كبيرا من قبل الحضارات المختلفة كانت تونس جزءا من الامبراطورية الرومانية والامبراطورية البيزنطية قبل أن تأتي الفترة الإسلامية التي شهدت انطلاقة ثقافية واقتصادية مهمة تطورها الحديث حققت تونس استقلالها عن فرنسا في عام الف وتسعمائة وست وخمسين ومن ثم شهدت مراحل متعددة من التطور السياسي والاقتصادي تواجه تونس تحديات وفرصا وتبذل جهودا لتحسين الاستقرار السياسي وتعزيز التنمية الاقتصادية التاريخية تتميز تونس بمعالم تاريخية وثقافية فريدة من بينها أولا المدينة القديمة المدينة العربية فهذه المدينة في تونس هي واحدة من المعالم التاريخية الرائعة التي تعكس تاريخا طويلا وحضارة غنية تعتبر هذه المنطقة جزءا لا يتجزأ من التراث الثقافي لتونس وهي مصدر إلهام للزوار والباحثين عن الثقافة السمات الرئيسية للمدينة القديمة البنية العمرانية تتميز المدينة القديمة ببنيتها العمرانية التقليدية العربية حيث يمكن العثور على الأزقة الضيقة والمباني ذات الهندسة المعمارية الفريدة الأسواق والبازارات في المدينة القديمة تعتبر الأسواق التقليدية والبازارات من أبرز السمات حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالتجول في الأزقة الملونات وشراء المنتجات اليدوية والحرف الفنية المساجد والمعالم الدينية في المدينة القديمة تحتضن المدينة القديمة عدة مساجد ومعالم دينية ذات أهمية تاريخية تعكس تأثير الفنون الإسلامية في البنية المعمارية الثقافة والفعاليات لمدينة القديمة يمكن للزوار الاستمتاع بالفعاليات الثقافية والفنية التي تقام في هذه المنطقات مما يعزز الفهم العميق للتراث الثقافي الأهمية التاريخية للمدينة القديمة تعد المدينة القديمة محطة رئيسية على طول مسار تاريخ تونس حيث شهدت التأثيرات الثقافية للحضارات المختلفة التي سكنت المنطقة على مر القرون يعتبر الحفاظ على المدينة القديمة ورعايتها جزءاً أساسياً من الجهود الرامية إلى الحفاظ على التراث التاريخي لتونس ونقله إلى الأجيال القادمة ثانياً قرطاج رمز التاريخ والحضارة في تونس تاريخ قرطاج تشكل مدينة قرطاج الواقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط في تونس إحدى أهم المعالم التاريخية في المنطقة يعود تاريخ المدينة إلى العصور القديمة حيث تأسست من قبل الفينقيين في القرن التاسع قبل الميلادي الأهمية الثقافية القرطاج تمتلك قرطاج أهمية ثقافية كبيرة حيث كانت عاصمة للإمبراطورية الفينقية ولاحقاً تحولت إلى مستعمرة رومانية يمكن العثور على آثار تلك الحقب الزمنية في المدينة مما يجعلها موقعاً أثرياً مميزاً معاناً مهمة قرطاج الموقع الأثري تحتضن قرطاج مواقع أثرياً هماً مثل المسارح الرومانية والحمامات والأقواس الثلاثة مما يسلط الضوء على عظمة الحضارات التي ازدهرت في المنطقة متحف قرطاج الوطني يعد المتحف نوطناً للعديد من القطع الأثرية والفنية التي تحكي قصة ظور المدينة عبر العصور منطقة البحيرة تضيث بحيرة قرطاج لمسط طبيعية خلابة إلى المدينة بما يجعلها مكاناً مثالياً للاستمتاع بالمشاهد البحرية الأهمية الحديثة للمدينة تحافظ قرطاج على أهميتها كوجهة سياحية رائعة حيث يأتي الزوار من جميع أنحاء العالم لاستكشاف جمالها التاريخي والثقافي تجمع المدينة بين التراث القديم والحياة الحديثة بما يوفر تجربة فريدة لكل زائر المتحف الوطني قرطاج يعتبر أحد أهم المتاحف في تونس ويقع في قلب مدينة قرطاج يضم مجموعة غنية من القطع الأثرية التي تعود للعصور الفينيقية والرومانية متحف بردو يقع في قصر بردو الرئاسي ويعرض تشكيلة من اللوحات والفنون الجميلة والأساس التاريخي متحف الفن الإسلامي يتخذ من المدينة العتيقة بتونس العاصمة موقعاً له ويعرض فنوناً إسلامية رائعة وحرفيات المعالم السياحية تشمل المعالم السياحية في تونس مدينة الحمامات موقعها الجغرافي تقع مدينة الحمامات على الساحل الشمالي الشرقي لتونس وهي تشتهر بشواطئها الرملية الجميلة ومناخها المعتدل السياحة فيها تعد الحمامات واحدة من أبرز المناطق السياحية في تونس حيث تجذب الزوار بفضل منتجعاتها الفافرة والأمشطة الترفيهية المتنوعة الحمامات الرومانية تضم المدينة آثاراً رومانية همة مثل الحمامات الرومانية التي تعود إلى العصور القديمة وتعكس تأثير الحضارة الرومانية في المنطقة الميناء التاريخي يشكل الميناء التاريخي للحمامات جزءاً مهماً من سحر المدينة حيث يمكن للزواري الاستمتاع بالمناظر البحرية الرائعة والمطاعم البحرية الحياة الليلية تشتهر الحمامات بحياتها الليلية النابضة بالحياة حيث يمكن للزواري الاستمتاع بالمقاهي والمطاعم والأماكن الترفيهية في أوقات المساء المنتجعات والفنادق تضم الحمامات مجموعة متنوعة من المنتجعات السياحية والفنادق الفاخرة التي توفر تجارب إقامة فاخرة للزواري الرياضات المائية يمكن لعشاق الرياضات المائية الاستمتاع بالأنشطة مثل الركوب الأمواجي والغوص في المياه الزرقاء الصافية الأسواق التقليدية تحتضن الحمامات أسواقاً تقليدية حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالتسوق وشراء الحرف اليدوية والهدايا التذكارية الثقافة والتراث يمكن للزوار استكشاف الثقافة والتاريخ من خلال زيارة المتاحف والمعالم التاريخية في المدينة مدينة الحمامات تجمع بين جمال الطبيعة والتاريخ الغني مما يجعلها وجهة مثالية للسياح الذين يتطلعون لتجربة مميزة في تونس مدينة سوسة في تونس الموقع الجغرافي تقع مدينة سوسة على الساحل الشمالي الشرقي لتونس وهي إحدى المدن الساحلية الجميلة التي تشتهر بشواطئها الرملية والتاريخ الغني الحسن البحري يعتبر الحسن البحري في سوسة من أبرز المعالم التاريخية ويوفر إطلالات رائعة على البحر الأبيض المتوسط المدينة القديمة تحتضن المدينة القديمة أسواقا تقليدية وشورعا ضيقة تعكس الطابع التاريخي والثقافية للمنطقة المتاحف والمعارض يمكن للزوار استكشاف التاريخ والثقافة من خلال زيارة المتاحف والمعارض الفنية في المدينة شاطئ بورقبة يعد شاطئ بورقبة واحدا من أشهر الشواطئ في سوسة حيث يتمتع برمانه النعمة ومياهه الصافية الحدائق والمتنزهات تحتوي سوسة على حدائق جميلة ومتنزهات خضراء توفر أماكن مثالية للاسترخاء وتمتع بالطبيعة الحرف اليدوية والتسوق تشتهر المدينة بصناعة الحرف اليدوية ويمكن للزوار التسوق في الأسواق المحلية لشراء المنتجات التقليدية الحياة الليلية تتميز سوسة بحياة ليلية نشطة حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالمقاهي والمطاعم والأماكن الترفيهية جزيرة جربا في تونس تعتبر الجزيرة الزرقاء واحدة من الوجهات السياحية الفريدة في تونس وتقع في البحر الأبيض المتوسط الطبيعة الخلابة تتميز الجزيرة بشواطئها الرملية البيضاء ومياهها الزرقاء الصافية مما يجعلها مكانا مثاليا لعشاق الطبيعة والبحر الغطس والغوص تعتبر الجزيرة موقعا رائعا لمحبي رياضة الغطس والغوص حيث يمكن استكشاف أعماق البحر والاطلاع على الحياة البحرية المتنوعة الأنشطة البحرية يمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة البحرية مثل ركوب الزوارق والتزلج على الماء الثقافة المحلية يتح للزوار فرصة لاكتشاف الثقافة المحلية والتفاعل مع سكان الجزيرة الهدوء والاسترخاء تعد الجزيرة ملاذا هادئا ومكانا مثاليا للهروب من صخب الحياة اليومية والاستمتاع بالهدوء والاسترخاء الطيور والحياة البرية توفر الجزيرة بيئة للطيور والحياة البرية مما يعزز تجربة مراقبة الطيور والاستمتاع بالتنوع البيئي السياحة المستدامة يتم تعزيز السياحة المستدامة للحفاظ على جمال ونقاء الجزيرة شكرا لمتابعتك هذه الرحلة معنا في استكشاف تونس الخضراء إذا استمتعت بالفيديو وترغب في المزيد من المحتوى الرائع حول الوجهات الرائعة في جميع أنحاء العالم لا تنسى الاشتراك في قناتنا والضغط على زر الإعجاب ولكي تكون دائما على اطلاع بأحدث مقاطع الفيديو لا تنسى تفعيل التنبيهات نحن نتطلع إلى مشاركة المزيد من المغامرات معك في المستقبل إلى اللقاء